موسيقى نشرة الأخبار على قناة يمن شباب الفضائية وأبرز ما فيها الرئيس هادي يدعو إلى نفي صالح والحوثي ويؤكد أنه لن نسلم الحكم إلا للرئيس المنتخب الجيش والمقاومة الشعبية يواصلان التقدم نحو معقل الميليشيات الحوثية في صعدة منظمة حقوقية تعبر عن قلقها جراء تدهور الحالة الصحية لصحفي عبد الخالق عمران في سجون ميليشيات الحوثي والمخلوق أهلا بكم مجددا أعلن الرئيس عبد الربو منصور هادي أنه لن يسلم الحكم إلا إلى رئيس منتخب ضمن مرحلة انتقالية ونقلت الوكالة الفرنسية عن مصادر مقربة من الرئاسة أن الرئيس هادي كشف لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد خلال لقائه به الخميس الماضي عن اعتراضه على خارطة الطريق المقترحة لإعادة إطلاق محادثات السلام وأوضحت أن هادي شدد على العودة إلى العملية السياسية من حيث توقفت قبل انقلاب المتمردين الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة الصنعاء في سبتمبر 2014 وذلك لاستكمال إجراءات الاستفتاء على مشروع دستوري جديد وتنظيم انتخابات عامة ورئاسية في البلاد وأكد أيضا هادي أن الحكم سيسلم بعد ذلك إلى رئيس منتخب كما طلب أن يعلن المخلوع صالح وعبد الملك الحوثي تخليهما عن العمل السياسي وإلزامهما بالخروج من اليمن إلى منفى اختياري لمدة عشر سنوات وتطبيق العقوبات الدولية الصادرة من مجلس الأمن بحقهما هذا واختتم المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد الثنين زيارته للكويت ونقلت إذاعة الأمم المتحدة عن المتحدث باسم الأمم المتحدة سيفان دوغريك قوله إن ولد الشيخ التقى خلال زيارة بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ووزير خارجيته صباح خالد الحمد الصباح لكن الإذاعة لم تعلن نتائج الزيارة التي بدأت الخميس واستمرت خمسة أيام ولم توضح ما إذا كانت الكويت ستصضيف المفاوضات مجددا من أجل التوقيع على اتفاق سلام بعد كل جرائمه بحق الشعب اليمني لم يعد لزعيم جرائم الحرب باليمن من من يراسله التقرير التالي سيستعرض حالة مجرم الحرب وآخر رسائله التي لم تخرج من نطاق صفحته عبر الفيسبوك نتابع أثارت تصرفات المخلوع صالح الأخيرة موجة سخرية واسعة في أوساط اليمنيين كما أنها في الوقت نفسي كشفت مستوى الهواس التي بلغت إليه الحالة النفسية المضطربة لصالح في يوم الاثنين الماضي تقدم الصالح بطلب غريب إلى مجلس الأمن لسماح له بالسفر إلى كوبا بهدف المشاركة في عزاء الزعيم الاشتراكي الكوبي فيد الكاسرو لكن الطلب لم يخرج من صفحته الخاصة في فيسبوك وتجاهلته الأمم المتحدة تجاهل يوحي أن الأمم المتحدة تعاملت مع صالح كمهرج يحاول أن يواجه حالة العزلة التي يقع فيها خاصة في ظل التجاهل السياسي والإعلامي له مقابل الحضور الكبير لرئيس عبدرب منصور هادي والشخصيات التي قادت ثورة فبراير بعد أن مرت خمسة أيام على تجاهل الأمم المتحدة ومجلس الأمن لطلب المخلوع صالح بدأ الفصل الثاني من المصلحية بإعاز المخلوع صالح للجنة العامة لحزب المؤتمر الذي يرأسه بالإعلان عن رفض السماح له بمغادرة اليمن إلى كوبا مع أن مجلس الأمن لم يبت أصلا في الطلب أما الفصل الثالث في مصلحية المخلوع الهادفة لمقاومة التجاهل السياسي والإعلامي والعزلة التي تقيده فيبدأ بمنشور ثالث يوم الجمعة الماضية في صفحته الشخصية وفيه أعلن رضوخه لقرار لجنة العامة الذي قضى برفض مغادرته إلى كوبا كتابات سيكلوجية حللت نفسية المخلوع في ضوء تلك التصرفات البعيدة عن منطق العقل والقريبة من الهوس والاضطراب والقارقة في الهذيان حيث أنها أثبتت عيش المخلوع في أزمة نفسية وحالة قلق تعكس الهزيمة الذاتية التي يشعر بها كما أنها تعزز من مصداقية حديث وزير الخارجية اليمنية عبد الملك المخلافي في وقت سابق والذي وصف صالح بالمعتوه والمصاب بجنون العظمة وهو الأمر ذاته الذي جعل الرئيس هادي في آخر حوار له مع شبكة الجزيرة يؤكد أن المخلوع بحاجة إلى دورة معالجة نفسية جرى بمقر قيادة اللواء 37 مدرع بحضر موت دورة الاستلام والتسليم بين القائد السابق الجديد بإشراف اللجنة المكلفة من رئاسة هيئة الأركان بمنطقة الخشعة وبشرت اللجنة المكلفة عملية حصر ما بعهدة القائد السابق وتسليم اللواء للقيادة الجديدة وأكد قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الروكن صالح طايمس أن اللواء 37 يمثل العمود الفقري للمنطقة العسكرية الأولى ووجه الأفراد والضباط بالحفاظ على مستوى جاهزيتهم الفنية والقتالية والتعاون المستمر مع المواطنين وصل أبطال جيش الوطني والمقاومة الشعبية تحقيق انتصارات وتقدما ميدانيا في جبهة صعدة معقل المتمردين الحوثيين وقالت مصادر عسكرية أن وحدات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة نفذت عملية تمشيطا واسع للمناطق والمواقع التي تم تحريرها في منطقة علبة التابعة لمديرية باقم وواصل في التقدم في عمق المعقل الاستراتيجي للميليشيات الحوثية وأشارت المصادر أن وحدات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية حققت تقدما كبيرا خلال معارك في منطقة مندبا وتمكنت من تحر الميليشيات الانقلابية من مواقع هامة وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد تفقد قائد المنطقة العسكرية الثالثا للواء الركن عادل القميري الوحدات العسكرية المرابطة في جبهة الصرواح بين محافظتي صنع أومارب واطلع على سير العملية العسكرية الجارية في جبهة الصرواح والانتصارات التي تحققها وحدات الجيش في سبيل تحرير البلاد من الميليشيات الانقلابية وأكد اللواء القميري على المضي في استكمال عملية تحرير ما تبقى من المناطق والمحافظات وأحيى اللواء القميري الصمودة للصوري والدور البطولي الذي جسده أبطال الجيش والمقاومة الشعبية شاكرا الدعم الكبير الذي تقدمه دول التحالف العربي بقيادة السعود والإمارات في سبيل تحرير اليمن من ميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية هذا وصدت وحدات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة هجوم لميليشي الحوثي وصالح الانقلابية على منطقته الدرما والطريف بمديرية المخدرة وقالت مصادر عسكرية أن قوات الجيش تمكنت من صد الهجوم ومصرع وجرح عدد من عناصر الميليشيات الانقلابية أصيب عشر مدنيين جراء قصف ميليشي الحوثي وصالح على لحية سكنية في مدينة تعز وأضحت مصادر محلية أن الميليشيات بعد تلقيها هزاء مقاسية على يد أبطال الجيش قامت بقصف حي بيرباش غرب المدينة بالأسلحة الثقيلة مستهدفة منازل المواطنين ما أدى إلى إصابة مدنيين وتعرض منازل للتدمير وكسر الجيش أكثر من هجوم من شنته الميليشيات في عدة جبهات وتمكنوا من دحرهم وتحرير مناطق جديدة في شرق المدينة أسفرت المواجهات عن مغتل أحد عشر مسلحا من الانقلابيين أو إصابة العشرات في محيط جبل هن ومعسكر الدفاع الجوي فيما سوشد اثنين من أبطال الجيش وأصيب سبع آخرين هذا وتمكن أبطال اللواء 22 ميكا من تحرير عدة مباني مطلة على معسكر التشريفات وتكبيد الميليشيات خسائر فادحة كما تصدى أبطال اللواء لمحاولة تسلل للانقلابيين جوار مدرسة صلاح الدين بشارع الكامبوة مربع حي الدعوة جوار كلية الطب شرق المدينة وأجبروهم على التراجع والانسحاب وأفشلت الوحدات العسكرية التابعة للواء 17 مشاه هجوما شنته الميليشيات على محيط الدفاع الجوي شمال غرب المدينة وأجبروهم على التراجع مخلفين قتلى وجرحة هذا أيضا وقصفت مدفعية الجيش التابعة للواء 35 مدرع مواقع وتجمعات للميليشيات في جفاة الأقروض جنوب غرب المدينة وذلك بالتزامن مع غارات لطيران التحالف العربي استهدف مواقع وتجمعات الميليشيات في منطقة الروع موزع والصل والراهدة أسفرت عن تدمير مخازن للدخائر وسقوط قتلى وجرحة تواصل فرق فنيها في الجيش الوطني عملية نزع الألغام التي زرعتها ميليشي الحوثي وصالح الانقلابية قبل اندحارها من عدد من الأحياء بالجابة الشرقية بتعز مزيدا من التفاصيل في التقرير التالي للأسبوع الثالثة على التوالي والفرق الهندسية في الجيش الوطني المتخصصة بنزع الألغام تعمل بكافة جهودها للتغلب على كثافة الألغام التي زرعتها ميليشي الحوثي والمخلوع هنا في منطقة الجحملية شرق مدينة تعز تواصل الفرق الهندسية عملها بكافة الإمكانيات وسط مناشدات متواصلة للأهالي وغياب متعمد لمنظمات المجتمع الدولي لجرائم الميليشيات الانقلابية التي فجرت بالألغام والعبوات الناسفة تسع منازل من إجمالي خمسة وستين منزلا ومنشأة ومحالا تجاريا تعرضا للتدمير الكلي والجزئي بحسب تقرير اتلاف الإغاثة الإنساني معنا هنا العقيد عبدالواحد السقاف رئيس شعبة الفرق الهندسية بمحور تعز بداية ما المصاعب التي تواجهكم أثناء تأدية أملكم في هذه المناطق وغيرها الفرق الهندسي التابع للمحور تعز طبعا هنا هذه المنطقة زرعت فيها الألغام بطريقة تذهل كل من فخامهم تفخيخ المنازل بشكل هستيري وضعت في الأزقة عبوات من مادة TNT شديد الانفقار كما تشاهدون حصلنا على عبوة في هذا المكان طبعا هنا زرعت عن طريق دواسة ووضعت عليها هذه المسادة بشكل تموي حتى إذا ما مر المواطنين عادوا إلى منازلهم فتنفكر بهم العبوات بشكل هستيري وقدنا العبوة في هذا المكان وكانت موضوعة في الاتقاء هذا بموضوع الضغط بحيث إذا دخلوا أحد من هنا ودعس على الدواسة فتنفكر بهم العبوة مباشرة هناك الآن سطعنا في هذه المنطقة الحصول تعامل مع عدة عبوات بالمئات والألغام المنطقة هذه وزرعت كلها فخخت بشكل لا يستطيع أحد تحمل ونحن في فرق الهندسية ذهنا لما شاهدنا نناشد المجتمع الدولي والمنظمات ينزلوا إلى هذه المنطقة لأنها فخخت بالكامل بطريقة إبادة جماعية موت ودمار شامل إذن كما سمعتم لم تكتفي ميليشيا الحوثي والمخلوع بقصفها المجتمر على أحياء مدينة تاعز بل عملت على تفخيخ المنازل وزرع الألغام بشكل هستيري عبد العزيز الدبحاني من شباب تاعز أشهد المجلس التنسيقي للمقاومة الشعبية بتاعز بالبطولات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة في جبهات القتال وميادين الشرف والبطولة وما حققوه من انتصارات عظيمة ضد الميليشيا الانقلابية في جبهات ثعبات وصالة والجحملية والعسكري رغم فارق التسليح والإمكانيات جاء ذلك في اللقاء الدوري لمجلس تنسيق المقاومة الذي وقف أمام العديد من القضايا المتعلقة بوضع الجبهات وتأمين المناطق المحررة وحماية الممتلكات العامة والخاصة كما ناقش المجلس قضية جرحى الجيش والمقاومة المتواجدين في دولة السودان وما يعانوه من إهمال وضرورة التواصل مع القيادات الشرعية والحكومية لوضع حل عاجل لمعاناتهم وأكد مجلس تنسيق المقاومة الاستمرار في أداء مهامه إلى جانب السلطة المحلية وتحت إشرافها حتى إنجاز والسكمال مع عركة التحرير توقفت العملية التعليمية في مدرسة 26 سبتمبر للتعليم الأساسي بالعروس بجبل صبر بمحافظة تعز بعد سقوط قذائف صاروخية أطلقت الميليشيات الانقلابية وقالت مصادر تربوية أن الميليشيات الانقلابية قصفت بصواريخ الكاتيوشا أثناء الدوام الدراسي تلك المدارس وجوارها ما دفع إدارة المدرسة لتعليق العملية التعليمية خوفا على حياة الطلاب دشن في محافظة تعز مشروع الخيمة الطبية ضمن أنشطة حملة جسد واحد لدعم الجيش الوطني والمقاومة في الجبهات ونفذ القائمون على الحملة مشروع الخيمة الطبية الثانية المتكاملة إلى جبهة الشقب بصبر بجنوب المحافظة وذلك بحضور قائد عمليات اللواء 22 ميكا قدم بالشكر الجزيل وعملة جسد واحد الذين تقشفوا عناء السفر إلى الشقب والذين يقدمون مختلف الخدمات والدعم الجسدي للجيش الوطني في مختلف الجبهات والذين يسودون ويدعمون الجيش الوطني في جميع الجبهات القتالية حيث يقدمون الدعم الجسدي للطبي والغذائي ومختلف أنواع الدعم الجسدي فلهم منا كل الشكر كشفت مصادر طبية عن ارتفاع حالات الوفاة بوباء الكوليرا في مديرية شرع برونة بمحافظة تعز إلى حالتين وأكثر من مئتين حالة إصابة وأعلن مكتب التربية والتعليم بمديرية شرع برونة تعليق الدراسة في 17 مدرسة التي ظهرت حالات اشتباه فيها أو في محيطها كما أعلن حالة التأهب في كافة المدارس لمواجهة انتشار الوباء بكل الوسائل والإمكانيات المتاحة وتشكيل غرفة عمليات مشتركة من السلطة المحلية ومكتبية الصحة والتربية ومستشفى مركز المديرية والمستشفى الريفي بالسوق الحرية ومسؤول الترصد الوبائي إلى ذلك أعدمت ميليشيا الحوثي والمخلوع الصالح شقيقان في منطقة السحول بمحافظة إب وبحسب مصدر محلي فإن الحوثيين اعترضوا الشقيقين جهاد وسليم عبد الكريم عند نقطة الشهاب وأطلقوا عليهم النيران بشكل مباشر ما أدى إلى مقتلهما على الفور وتأتي الحدثة بعد يوم من اقتحام الحوثيين لمنزلهما وإحراقه وخطف مجموعة من الأطفال في أسرتهما فجر مسلحون مجهولون أنبوبا للنفط الخام في محافظة شبوه تزامنا مع تحركات السلطة المحلية لإعادة السئناف في الإنتاج وتصديره وكذا تشغيل منشأة بالحاف الغازية بعد توقف دام قرابة عامين وقال مراسل يمن شباب إن مجهولين فجروا أنبوبا رئيسيا لنقل الغاز الطبيعي المسال في منطقة النشيمة بمديرية رضوم ما أدى إلى حدوث أضرار كبيرة في الأنبوب الذي يقع في منطقة خالية من السكان ويبعد عن مناطق انتشار القوات الحكومية بنحو 7 كيلومتر التي وصلت بالحاف قبل أيام أعلنت المنطقة العسكرية الثانية تمكنها من ضبط 6 إرهابيين كانوا يحضرون لاستهداف مؤسسات ومواقع عسكرية وأمنية بحضر موت وقال مصدر محلي أنه بناء على معلومات استخباراتية دقيقة قامت قوات عسكرية بعملية استباقية سهدفت مجموعة إرهابية كانت تحضر لعمل إرهابي وقيامها بتخزين كمية كبيرة من المتفجرات يبلغ وزنها أكثر من 5 أطنان في منزل بمدينة الشحر بالقرب من المحكمة وبمجرد وصول وحدة الجيش إلى الموقع لمدهمته قامت العناصر الإرهابية بفتح النيران من المنزل ومن المنازل المجاورة وتمكن أفراد الجيش من القاء القبض على 6 من الإرهابيين وضبط كمية المتفجرات أحيات السلطة المحلية بعضاً فعالية تابينية في الذكرى الأولى لاستشهاد المحافظ السابق جعفر محمد سعد وفي حفل التابين تحدث المحافظ عيدروس الزبيدي عن مناقب الشهيد وأدواره النضالية منذ السبعينات القرن الماضي إلى لحظة استشهاده وقال الزبي الزبيدي أن الشهيد اللواء جعفر محمد سعد كان قائداً بارزاً عسكرياً ومدنياً وكان له الدور البارز في معركة تحرير العاصمة عدن وتوعد الزبيدي بمواصلة جهود مكافحة الإرهاب حتى انتشاله من المحافظة نظم في مدينة مأرب وقفة احتجاجية ومؤتمراً صحفي للتضامن مع صحفي عبد الخالق عمران المختطف لدى مليشي الحوثي وصالح بصنعه وتدهر حالته الصحية بشكل يهدد حياته المزيد في التقرير التالي الصحفي عبد الخالق عمران يتعرض لوقائع تعذيب بدنية ونفسية شديدة فتنزلق حياته في السجن بشكل أكثر خطورة نتيجة الألم الحاد في عموده الفقري الذي تسببت به المليشيا تقيم أسرة الصحفي عمران مؤتمراً صحفياً في مدينة مأرب لإنقاذ حياته تناشد فيه المنظمات المحلية والدولية تستشعار مسؤولياتها إذا أما يتعرض له من تعذيب وحشي في معتقلات الإنقلاب بصنعه نناشد كافة المنظمات الحقوقية والصحفية والإنسانية في كافة في اليمن وفي الخارج بأن يتفاعلوا ويتحركوا لإنقاذ أخي الصحفي عبد الخالق عمران فهو يتعرض لتعذيب وحشي شديد من قبل المليشيات همقية لا ترعى قانون ولا تحترم ولا أخلاق نرجو سرعة التحرك لإنقاذ أخي الصحفي قبل أن يفقد حياته على أيدي المليشيات بيان لأسرة الصحفي يكشف أن المختطف عبد الخالق عمران تعرض لتعذيب مستمر في كل من البحث الجنائي وسجن هبرة ومعتقلات الأمن السياسي وسجن الأمن القومي بالعاصمة صنعه قام حوثيون أو الإنقلابيون في صنعه بتعذيبه في سجن الأمن السياسي حتى أقعد عن الحركة حتى شلت حركته المعلومات المؤكدة من هناك تقول أنه تم التعذيب عبد الخالق طيلة ليلة 30 الشهر الماضي أي ليلة الأربعاء بعد إنزارته أسرته فعقاب التشفي والانتقام الذي يمارس على أقساد الصحفيين في معتقلات الإنقلابيين يمنح الوضع مزيدا من التعقيد فما يخرج من سراديب وأقبئة تلك السجون لا يخفف من مشاعر الصدمة لدى أسر المختطفين وذويهم بل يضاعف من معاناتها بغية أن تحبط أسرهم وتفقد الأمل بإطلاق سراحهم وعلى نفس الصعيد عبرت منظمات حقوقية عن قلقها جراء تدهور صحة الصحفي عبد الخالق عمران المختطف منذ عام ونصف بسجون الميليشيات ومنعه من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة ونددت المنظمات بمنع الميليشيات عائلات الصحفيين المختطفين من زيارتهم كما عبرت عن خيبة الأمل من ضعف الاسجابة من المنظمات الدولية الإنسانية وعلى كل مؤسسات الأمم المتحدة وممثليها وتجاهلهم المؤسف لملف الزملاء المختطفين وما يتعرضون له من بشاعة تعذيب وتنكيل مستمر كما طالبت الحكومة الشرعية بالتحرك العاجل لإنقاذه بشكل طارئ والسعي للإفراج عنه وعن كافة الصحفيين المختطفين منذ عام وحملت المنظمات قيادة جماعة الحوثي وكل المسؤولين في أجهزاتهم الأمنية بصنعاء مسؤولية أي خطر يتعرض له أو أي آثار تترتب على هذا المستوى من المرض يذكر بأن الصحفي عمران يعاني من شلل جراء تعرضه للإصابة في العمود الفقري وقد أصبح مقعدا وعاجزا عن الحركة جراء التعذيب في سجون الميليشيات نهاية النشرة وهذا تذكير بأبرز مجأة فيها رئيس هادي يدعو إلى نفي صالح والحوثي ويؤكد أنه لن يسلم الحكم إلا للرئيس المنتخب الجيش والمقاومة الشعبية يواصلان التقدم نحو معقل الميليشيات الحوثية في صعدة منظمات حقوقية تعبر عن قلقها جراء تدهور الحالة الصحية لصحفي عبدالخالق عمران في سجون ميليشي الحوثي وصالح وصلنا إلى ختام النشرة نلقاكم على رأس الساعة المقبلة إلى الآن ترجمة نانسي قنقر